السلام عليكم وأهلاً بالجميع وصفة اليوم حلوة خليجية من أطيب وألزل حلويات اللي بتقدموها لعيلتكم ولضيوفكم وأحبابكم مزاق شهي جداً ما حنستخدم فيها السكر وإنما حناخد حلوتها من الطمر خليكم معنا حتى تشوفوا خطوات العمل ونبدأ بسم الله نبدأ الوصفة بتجهيز الطمر لازم يكون من النوع الطري بحتاج لأقل من نص كيلو حوالي 400 جرام بيطلعوا من 18 ل20 حبة كبيرة غسلتهم بالمية بعدين شلت منهم حبات النوى قطعتهم لقطعة صغيرة وكل ما كانت القطعة صغيرة أفضل هيك بنكون جهزنا الطمر الخطوة التالية بمقلاية واسعة على النار بضيف حوالي 4 معالق كبار مليانين من الزبدة أو السمنة أو ممكن تخلطوا ما بينهم بفضل نختار نوع جيد بيعطي طعم أفضل أنا اليوم رح استعمل السمنة البلدية أكيد ما في أطيب منها بالحلوية وبس دابت السمنة بضيف كوبين من الطحين الأبيض بحركهم بشكل جيد مع السمنة وبنستمر بالتحريك حتى نتأكد إنها السمنة توزعت على كل الطحين بعد دقتين من التحريك بدل الطحين ياخد لون بسيط هنا بضيف معلقة كبيرة من الهيل المطحون ناعم بدنا نحمسه مع الطحين حتى يعطينا نكهة وتطلع ريحته الطيبة ولو بتحبه نكهة الزنجبيل أو القرفة بتضيفه هنا هذا اختياري لكن أنا اكتفيت بنكهة الهيل بنظل نحرك على نار هادية لمدة عشر دقايق تمام؟ يعني بدنا نطول بالنا بالتحريك عشان ناخد نتيجة كويسة والطحين يستوي معنا بعد ما مر الوقت ومع التحريك المستمر على نار هادية شايفين كيف اللون كله موحد ما بدنا ينحرق منه أجزاء ويتغير طعم الطحين ومشاء الله نكهة الهيل غير شكل هنا حضيف نصف كوب فستق حلبي مطحون بين الناعم والوسط وبرضه بحمسه منيح مع الخليط مدة دقتين بس عشان يعطينا أرشى وطعم مميز الحطوة الأخيرة هنضيف التمر اللي جهزناه من البداية ولازم نحرك كتير منيح حتى يبدأ التمر يدوب مع السخونة وبنحاول نهرسها الحبات هي مجرد ما تاخد من سخونة المقلاية راح تنهرس معنا بسهولة عشان هيك قلنا لازم نجيب التمر من النوع الطري بحرك لمدة دقتين بالآخر بنعلّي النار بس لدقيقة واحدة وبنستمر بالتحريك شايفين كيف بدأ التمر يترى وينهرس بطف النار وبشيل المقلاية عن الغاز وبنتركوا الخليط حتى يصير دافي عشان نقدر نفرك التمر بيدنا لو مستعجلين فيكم اضيفوا هذا الخليط بوعاء تاني حتى يبرد بشكل أسرع بعد ما تركت الخليط يبرد شوية هنا بنقدر ندعك التمر مع الطحين حتى نحصل على شبه عجينة متماسكة طلع معنا هادي العجينة لكن بدها شوي التماسك احنا ممكن نضيف قد ثلاث معالق مية سخنة اللي تخلي العجينة أكتر تماسك مع بعض ولو كانت بتتكور معكم ما في داعي تضيفوا مية هيك كتير منيح صار الخليط يتشكل معنا بكل سهولة ممكن نعملهم على شكل كور أو نمدهم بصنية مستطيلة أو دائرية وبندغط بيدنا حتى يصير عنا الخليط كله مرتب بمستوى واحد بنرتبها من الأطراف كمان وإحنا بنفردها بنلاحظ إنها بتبدأ تجمد شوية ومجرد ما نحطها بالتلاجة بتصير متماسكة وبتجمد أكتر من هيك يفضل نغطيها بنايلون الطعام وبندخلها التلاجة بعد ما طلعناها شايفين كيف اتماسكت بنقسمها بالسكين بالشكل أو الحجم اللي بدكم إياه أنا هعملها على شكل مربعات صغيرة خلينا ناخد إطعة هذا هو شكلها حلوة لذيذة بقوام رائع ونكهة الهيل مع الفستو الحلبي والتمر صراحة طعم لا يوصف منقدر نقول إنها حلوة صحية إلى حد ما شفتوا كيف طرية وكل مكان نوع الزبدة أو السمنة فاخر بتعطينا نتيجة وطعم ولا أروع الأفضل نحتفظ بيها بالتلاجة بعلبة مغلقة تماماً وبتضل عندنا فترة منيحة بحالة جيدة بنقدمها ضيافة مع الأهوة مناسبة جداً كمان لشهر رمضان وللأعياد والمناسبات الحلوة أتمنى تكون وصلة اليوم نالت إعجابكم وبالهنى والعافية وإلى اللقاء في فيديو جديد والسلام عليكم